تابعين معكم مستمعينا وضيفتنا الممثلة والنجمة بولين حداد صارت موجودة معنا بالستوديو أهلا وسهلا فيك بولين أهلا وسهلا فيك رانا صباح الخير صباح النور يعني نحنا كتير سعيدين أنك موجودة معنا اليوم وصارنا من زمان يعني حبين أنك تكون موجودة معنا وتحية لك كل الفانس طبعوليك اللي كانوا أيضا دايما بتابعوك ودايما بشاركوا معنا ومصرين كمان على وجودك ودايما بذكرونا بنجاحاتك الحلوات تانكيو الوون أنا بقل له كمان صباح الخير الوون وصوري أنه تأخرنا شوي بالانترس باريس وعالطري فأيه لأنه أول ما تنزع لنقطة ماي خلاص اختارت الدنيا كالعادة بولين حضرتك ممثلة مخرجة مؤلفة وأستاذة أيضا استاذة مسرح تخرجت من معهد الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية كيف اليوم بتلاقي أو بتقيم الجامعة اللبنانية بين الأمس واليوم هل بعدها بنفس المستوى يعني أو كجامعات أخرى لبنانية ببعض الفروع تحسي أنه شوي المستوى متراجع هلا أنا بقدر أحكي عن معهد الفنون تحديدا بحس أنه لأ بالأمس كان أفضل لأنه تغير السيستام طبعا يعني كيف طريقة أعطاء المواد كان قبل نحنا أربع سنين مكثفة بتدرس خلالهم أعداد ممثل نحنا كيف على جسدنا بيشتغل غوطنا أدائنا وبزيت الوقت تدريبات كيف نقدر نطلع مخرجين نعمل أعمال مسرحية وحتى أفلام أصيرة هلأ اللي تغير شوي هلأ أنه صار سيستام كريدي متل سيستام جامعة الأمريكية فهيدا اللي شوي أنا بلاقيه غريب لأنه أنت لما عم تعملي يعني بتعملي أعداد لممثل عم تعملي فورميسيون دكتور بدأ وقت يعني ما فيك تعملي شهر تتركي ترجع تجي بعد ستة شهر مثلا تكملي في يعني فورميسيون كونتينيون بدأ تضل صحيح متابعة متابعة وصارت ثلاث سنين يعني بتحسي وقت أقل فما بعرف قديش عم بيأثرها شي بس دايماً تعرفي بولين بلاقي أنه التمثيل بيشبه كتير الإعلام بمحل معين أنه عدد كتير كبير بيلجأ أنه يتعلم هيدا المهنتين ولكن عدد كتير قليل منه أنه بيكون عندهم فرصة العمل شو السبب يعني اليوم هلأ أنه صار في كترة كتير كبيرة من الممثلين أو الطلاب الموجودين أو الأعمال صارت محصورة ببعض الوجوه لك كل هيدا إذا بدك اللي أحكيتي وتنكون صارحين مش بس بالإعلام أو بالتمثيل جميعاً بكل المجالات صار في أزمة شغل إذا بدك هلأ اللي بقوله أنا أنه بيضل في فرصة للشخص اللي عجد هو ما بيكتفي بس بتعلم الجامعة أو الفرصة اللي بدا تيجي بده هو يشتغل خاصة بمجاله بده يشتغل على حاله أكتر بده يعني ما يعد وناطر الشغل من الغير يجرب هو يعمل شيء وهيدا اللي أنا جربت أعمله يعني أنه ما بقدر أنه ناطر ولا حدا يعرض علي عمل لشيري ممكن أعمل مسرح ممكن أكتب يمكن أعداد كان عند في فترة طلع براسة عمل كاستنج أيجنسي عملت أنه فلازم الإنسان هو كمان يكون عنده المبادرة وكمان كمان إذا بديك صار في المجال دي لأنه كمان صار في تركيز على وجوه معين خاصة بالإعلام أو بالتمثيل خاصة الوجوه اللي بتروح صوب المادل صوب ملكات الجمال عن جد مش بس بتمثيل عم بحكي بالإعلام يعني اليوم كتير ملكات الجمال كتير أشخاص ما لنا درسة صحافة بتشوفيها مقدمات برامج أو بتشوفيهم ونفس الشي بالتمثيل كمان يمكن هذا الشي مش غلط طالما عم ينجحوا ولكن منقول من ميلي أخرى أنه عم يخدوا أماكن أشخاص تاني مظبوط مظبوط هلا ليكي أنت هو الهول أشخاص بتشوفيهم أكتر على التليفزيون بنهاية الشاشة الصغيرة بتحب كمان وهلأ الفور ما صار المعتمد أنا ما بوافق أيدي رأيي بس إنه صار إنه المعتمد إنه لازم يكون الشكل جميل وملفت تعودنا هيك أو يمكن من وراء المستسلات التركية كلهم يكونوا حلوين أو ما بعرف ليس صارت هايدي تراند موضة إنه لازم هي بس لشكل حلو تاخد دور البطولة تحديداً أو إنه يكون إلى فرص أكتر إنه تشارك بالأعمال الترامية أو على الأعلام للأسف لأنه بس الاعتماد على الشكل وأحياناً عم بيكون وشفنا كذا مثال إنه في بالعكس في منهم يمكن يشتغلوا على حالهم بعض خبرة تطور تمثيلهم بس بقول أنا إنه ما لازم بس إنه حرام لي كمانا درسوا واللي هني موهوبين صح ويقدروا يعطوك أداء أنت مقنعة صدقيه أنت كمشاهد فلازم يكون عندهم هولي كمانا فرصة صحيح بولين أكتر شين عرفت بالبداية بالمونودراما المسرحية كونتروباس اللي اقتبست نصها من الكاتب الألماني باتريك صسكنت صسكنت ما أنا عم جرب أقرأ عيل توبلت ألماني وحصلت على جائزة أفضل مخرجة شابي أيضاً خبريني أكتر عن هيدا المرحلة وما يعني شو هي المونودراما المسرحية إذا بدنا نفسر للأشخاص اللي ما بيعرفوا المونودراما هي مسرحية قائمة على ممثل واحد هو بيؤدي دور كله دور كله خلال ساعة ساعة ونص من الوقت يعني مثل هنا نقول سولو تياترال سولو تياترال هاي هي فأنا هاي المسرحية لما اشتغلت عليها كانت مشروعة خارجة من معهد الفنون فكتير اشتغلت يعني أخدت وقتي لأواشيني نص المناسب ولما قريت هيدا الناس كتير شدنة ولقيتوا ممكن قربوا لمجتمعنا نحنا اللبناني خاصة اللي طالع من حرب وهيك وبنفس البقث لأيا سننين الناس شو كان يعني سؤية اتجاهو كيف كان الاتجاهو بيحكي عن عازف الكونترباس عازف عيش منعزلة عن العالم بيعتبر انه الكونترباس يأخذ كل حياته بسيئتها وإجابياتها يعني أحيانا منشوفه وبصير يسترجع كل شي من طفولته لهلأ من خلال الكونترباس يعني منصير نشوفها بيتخيلها أمه بيحكي عاعده كيف شو صار مع عائلته بعد شي في المطرب المغروم هو فيها بس يل ما بتقشع لهو دايما باخر الاركسترا فمنشوفت صارت الحبيبة فالكونترباس بيقطع لعدة مراحل ايه بيقطع وبتكون عم بتمثل كأنه يعني أنا صحيح هي المونودرام بس لي وخاصا كنت أنا بيرزل الكونترباس كل وقت هي بنصل لأنهية طاغية كل الوقت على حياته فللحظات كانوا يحسوا الجمهور أنه كمان هيدم مسلم معه على المسرع وبذلك الوقت كمان بيسترجع أيام الحرب وكيف كانوا يتعذبوا وينزلوا وكيف بيعاني لما يطلعوا بالسياء يعني حالة فالعالم كتير أنا عجبت بالناس وهو سراحنا كان ساعتين من الوقت يعني المسرحية الأساسية الإمامية فأنا لما ترجمتها واكتبستها يعني حسرتها هيكي بساعة وجربت لابنانا قربها للواقع اللبناني اللبناني طبعنا ومجتمعنا والإشياء اللي نحنا منعنيها أنا عرضت غير بمشروع التخرج؟ ايه ما هي بالدول العربية هون المشوار كانت النجاح أنه خدت أعلى علامة يعني بالتخرج بمشروع التخرج ورجعت من بعدها وأكيد بتوجه تحية للممسل جهاد الأندري كان هو يعني أول ما عرضت عليه الدور ضغري ويفا وكتير حب النص وفعلا كان أذيك مميز أنت كان عملي كمخرجة أنا مخرجة نعم وأكيد المعدد للناس فمن بعدها قررنا أنه لأن شفنا هالقد نجحت فقررنا نعرضها على غير مساريح فتقريبا عرضت على كل مسارح لبنان ورجع كمان دعيونا مهرجين الأردن مهرجين تونس مهرجين دمشق وكلهم هو اللي حصدنا جويس تقدير وشهادات من جد دعتتك دفع الانطلاق بعد تخرجك من الجامعة يعني بأول بدايتك موضبوط كانت انطلاقة كتير قوية وإذا بدك هي يعني من بعد يعني بلشت بالإخراج معناه من الإخراج إلى التمثيل بعد ما الواحد هيك يحصد نجاح بالأول ويشوف أنه واو يحط أمالي كتير كبيرة هل خيبت أمالك بعدين لما دخلت يعني أرض الفن مثل ما نقول لا ما خيبت أمالي هلأ دايما فيه طلعات ونازلت بحياته للواحد فهي بس كان يعني فيه بتقطع بحياتك فيه قرارات لازم تاخدية يعني وفيه طبعا صحيح أنا حصدت يعني حصدت من وراء هاي المسرحية شهرة وكتير رفعتلي من معنوياتي بس كان لازم أرجع لأرض الواقع يعني أنا كمان لازم أشتغل وطلع مصاري وبما أنه كمان عند اختصاص تاني هو التعليم عند اختصاص لغة فرنسية فالتجاهد إلى التعليم بس معلمت فرنسا علمت المهنة اللي بحبها واللي هي المسرح وبقيت أشتغل إخراج يعني مسرحيات للأطفال بس لمهرجنات دبي وأبو دبي ويك فما بحس أبدا أنه من وراها وقفت وحتى كان لتلك سعادتنا لا يجي قصص أدوار تمثيلية لعبت أدوار تمثيلية عديدة خلت وردة رصاصة طيشة أهل الوفا لعبة الموت شوارع الزل غالبون الشحرورة الدنيا هيك أيام السرب كتير إيه بنت النور قيامة البنادق كما تعامل أدوار عديدة شاركت فيها هل في دور مميز بتحبي أو الأقرب إلى قلبك بخلال مسيرتك المهنية التمثيلية؟ لك أكتر أدوار إذا بدك أنا حبيتها هي أكيد أكثرها انطباعا بمسيرتك انطباعا هي زينب بمساسر الغالبون وعالية بمساسر قيامة مناظب وبعد عالية حبيت الدور أكتر نجزة من زينب لأنه بتحسي بهيد الفتاة المقاومة فيه أكشن ركبت فرس حملت سلاح بتحسي فيه حركة أكتر أكشن وأنا بحب هيد الأدوار الفيعة هيك قوة صحيح فهيدا الدور كتير حبيتو بعرف أنه كتير أشخاص سألوك بعدة مقابلات أنه لعبت أدوار يمكن ثلاث أدوار إلى علاقة بالمقاومة ويمكن دايما بيسألوك أنه هل هيدا الموضوع أثر على مهنتك هل أخذ انطباع سياسي ولكن أنا بدي أسألك بالميلة تانية قدي بالعكس أثر على مسيرتك المهنية علما أنه الممثل ممثل شو ما كان الدور اللي عم ياخده هذا الشي ما قاله علاقة بانتمائته سياسية أو اختياراته بالحياة فأدي هول أدوار أضافوا إلى مسيرتك خاصة أنه قلت بأحدى المقابلات أيضا أنه كانوا كتير بروفشنال الأشخاص اللي كنتوا عم تشتغلهم ومن هيك كنت اتجه لأشتغل بهول الأعمال أو اختار هيدا الأدوار أنا ما بلاقي أبدا أنه أثر والدليل أنه بقيت عم تشتغل بغير أعمال أو أدوار عم تنعرض علي بس سيأبني أنا الحظ أو سيأبت هيك الأمور أنه نعرض علي أدوار مع هيدا الشركة المنتجة أكتر وكانت نوعية هاي الأعمال هي هيدف اللي بتحمل رسالة المقاومة أو بس مش يعني أنه انتبعت أنا سياسيا أو ما إلا علاقة لا لا ما إلا علاقة صحيح ندمت عشي دور قديتي خلال مسيرتي لا أبدا أنا عجد يعني بجرب قد ما فيه اختار الأدوار المناسبة يعني مسلا وبكل سراحة مسلا هالسنة إن عرض علي كم دور ما حبيته ما حسيت رح يضيفه أو يقدموني أنا بتقدم بمسيرتي هيدا السبب فما عندي السنة إذا عمل رمضاني فما بلاقي هيدا الشيء مش ضروري واحد ياخد دور بس كم أنا على الشاشات كل الوقت وبس إنه لا يبين فأنا أنه مبعد أدوار اللي لعبتها وخاصة يعني دور عالية بمسلسل قيامة بنادق كان بطولة دور بطولة صحيح مش معقولي ارجع لورا هيدا ما بيعني إنه أنا يلق ما بلعب دوري صغير أو دور ضيفي مش هيك قصدي بس لازم يكون عنده محور عنده مسار دراما معي أن يمكن يشكل فرق بأحزاس المسلسل مش إنه هيك بس حضور يعني صحيح رح نتابع حديثنا الحلو معك بولين بعد ما نتوقف لحظات مع بريك علينا متابعين ما كنا مستنعينا ومع ضيفتنا الممثلة بولين حداد بولين كنا عم نحكي قبل بريك عن الأدوار عامة اليوم الدراما الليبنانية أو مسلسلتنا اللي منشوفهن على التليفزيون إن كانت كوميدي دراما أو حيلة شي بنحضره وين بتشوف أكتر شي عنا أخطاءه لازم نصححها أو وين بتشوف الهفوات الكبيرة الموجودة يعني بنظر تيك كمخرجة ككاتبة وكممثلة بمأنك بتجمعي الكل سوا أنا أكيد نحنا لما نحكي ما ممكن عم نشمل فيه أعمال جيدة وفيه أعمال عم تكون دون المستوى للأسف نعم نلاحظة كلنا يعني فبيرجع السبب كله لأنه أنت لما بديك تعملي عمل بديك تكون العمل متكامل كان من ناحية الإنتاج، الناس، الأداء والإخراج كله يعني بيجي باكج فلما يكون فيه تقصير بناحية المعين بناحية المعينة فأكيد بدك تلاحظ الفرق فأكتر شي بشوف يعني النصوص ما عم بتكون كتير جيدة يعني السيناريو طريقة الكتابة أو ما بتمثل مظبوط الوضع اللي نحنا عايشينه يعني بحس مرات بعيد عن مجتمعنا صحيح فهي مشكلة أحيانا بالإنتاج بيكون فيه هلأ تحسن الوضع سينا عم مشوف إنتاجات مهمة لأنه صارت مختلطة عربيا إيه زبديك بالأعمال مختلطة أكتر بس إيه تقصير بالإنتاج كيف يعني إنت لا يكون المشهد ممكن عليز أن تكون عطيتي حقه للآخر بكل العناصر ما فيك تقصر يعني من ناحية الإنتاج وأحيانا سبق وذكرنا هالشي لما يكون عنديك ممثل ضعيف وحده فيه ممثل جيد عم يأكله يعني له هيدا الممثل لو حتى بالأدوار الصغيرة يعني عن جاد حتى بالأدوار الصغيرة إنهم يكونوا جايبين ويمكن من فريق العمال ومن محل ما عم بيصوروا هني بيبين هيدا الشي للمشاهدة إنه هيدا عم بسمع دور وتسميع صحيح منه ممثل فهي بتعمل هيك بتعمل له شويت يعني للعمل صح هون هنه يعني فيه فيها فويت صغيرة بس لازم الواحد ينتبه له نعم شركت أيضا بأدوار إذا فينا نقول بالدراما العربية كان إليك دور بالدراما الكويتية أيضا نعم وين أكتر شي حبيت العمل أو أدبة تشاشعي كمان الأعمال المختلطة لك أنا إيه مع الأعمال المختلطة لأنه بالنهاية نحنا لبنان صغير ونحنا يعني بهمنا ننتشر عربيا فبالأعمال المختلطة عندك مجال تنتشر عربيا أكتر ويشوفوك بالخليج ومصر وكل والمغرب العربي فهيدا أهميتا بس غير الدراما الكويتية وين اشتغلت الخليجية أيضا دراما دراما بالإمارات كمان وكان في مسلسلة نوريس كاتيمة على المخرسام البرقاوي تقريبا هيدا من أول أعمال اللي صارت هيك العربية المختلطة سنت الماضي اشتغلت لرمضان مسلسل كعب علي كان هو مسلسل كويتي يعني انتاج كويتي وحتى الممثلين كمان بس كتير حبيت التجربة يعني حلو أنا كتير بحب دايما الاشياء اختبر الاشياء جديدة يعني آآ إن كان آآ يعني اشتغلت كمان أنا بالسينما الإيرانية فسفرت على حتى إيران أصطهان عفكرها كتير كتير حلوة آآ حكيت بالآآ بالفيرسي فبحب كل شي هيك فيه تشالنج فيه تحدي فيه شي جديد آآ فكل تجربة من هول أو حتى بمصر مثلا أنا حكيت باللهجة المصرية بمسلسل الشحرورة وتصور هونيك فدايما هيدا بيكون خبرة جديدة لإلك واكتشاف جديدة لإلك وإضافة طبعا وإضافة أكيد وبيصير حتى جمهورك عم عم يتوسع أكتر بصير معروفة أكتر هل حبز هيدا النوع من الأعمال هل بتعتقدة بولين أنه الإعلام اللبناني عم ينصفك شخصيا عم بيدوع على أعمالك أكتر ولا بتحس أنه فيه شوية يعني منحس دايما كمان للأسف منشوف العناوين زيتا الأسماء زيتا في ممسلين كتير الجهتين يعني يعملوا عمال كتير حلوة إذا ما تضوع اليوم ما حدا رح يعرف فيهم مزبوط هالحقيقة اليوم مزبوط هل أنصفتك كلها هل أنصفك الأعلام اللبناني يعني لكن أنا لأ بقول فيه تقصير من ناحية الأعلام ما رح أقليك لأ واضح هيدا الشي يمكن إيه ودايما يعني حتى خلال شهر رمضان بتلاقي دايما يعني أنا مش إنه اللي يدعوني إلي بس عم قول بتزهق إنه تقلبي بنفس الليلة عكزم حتى بتلاقي نفس الأشخاص نفس الأشخاص أنا بكونوا صورين الحلقات من قبل إنه طب ليه إنه فيه كتير وحتى ليك مش بس أنا مظلوم بهالناحية فيه كتير من الممثلات والممثلين وحتى ناس لازم مفروض يتسلط عليهم الضوء أو حتى مطرمين ما بعرف بتلاقي تركيز على ناس معينة أكتر هيدا من ناحية الأعلام ايه فيه إذا بديك نوعا ما تقصير وبقول يمكن كمان أنا دايما بذكرها يمكن الحق علي إنه أنا حدا كمانا لأنه بتعرف هلأ كله صار أنت بديك تشتغلي كمانا على السوشيال ميديا على إنه أو حدا يشتغلك للإعلام فأنا يمكن فيه تقصير من هاي الناحية إنه ماني مراجزة على هيدا البارت إنه ييد لفلان أو لفلانة أنا عند هيك وعند هيك لأنه عند كمانا شغلة يعني كل الوقت بين تصوير وبين التعليم وبين الكاستنج وبين صح فما بلحق لأكس كمانا على هيدا البارت فإذا صارت والناس حبوا يستضيفوني ويسمعون الأخبار أو يحقق لليلة أو يكتبوه ما أكيد ما بقصير بس فبدنا شوية لهم يشد لهمي وأنا كمان أشد لهمي صحيح بولين أنت أيضا كاتبة هل عم بتفكري مثلا يوم ما أنك تجمع عمل ما بين مثلا ممكن شو فيك كاتبة عمل ومخرجة بنفس الوقت إن كان عمل مسرحة أو تليفزيونة بتفكري بهذا المشروع هلأ في مشروع أنا يعني عم بتحضر له مشروع مسرحية تكون من من تقليفة وإخراجة هلأ أنا بحب أفصل الأشياء ما بحب إنه أنا إذا عملت شي بدي كون فيهم كلهم إخراج وتمثيل وكتابة لا بحب إنه أفصل حسب الناس حسب الدور إذا في شي استفازني كمانا كممثلة يمكن إنه لا برجع بأخرج ومثل بذات الوقت بس أنا من الأشخاص اللي حتى بنصح الغير إذا بدون يعملوا يفوتوا إن كان بإخراج أو ينفصل هيدا الموضوع ما يكون نفس الشخص ما يعمل الدورين ما يكون نفس الشخص شو بيأثر هيدا الشيء أو إيه إنه أو لأنه بيقولوا مثلا الكاتب أوقات بيقول إنه المخرج ما قدري يفهم لي راسي ما قدري يوصل الصورة اللي أنا كنت حط رسمتها مضبوط أوقات يمكن لما يكون الكاتب هو بنفسه المخرج يمكن بيقدر يكون فهمين أكتر هلأ أحيانا أهي بتساعد بس مهم كمانا إنه ليش ما بيجي مخرجتين نظرتين يمكن يتشاوروا يوصلوا لنقطة وسطية يعني مشتركة وبصير التركيز أكتر يعني خاصة هلأ إلا إذا كان خالص عمله كاتبه للآخر هلأ عم تشوف الأعمال بعدها يعني تكون عم تتصوروا بعده عم ينكتب صح لا يقدر يلحق كل الخطوط الدرامية اللي عم يكتبها إلا هي عم يليك مانا قاعد ومش غلط وبيتسير وهياع لا شفنا بأعمال المخرج لنادين لبكي كانت عم تشارك هي كمان ممثل والأعمال كتير نجحت لكني كتير نجحة منها لتي قاعد له انا وبيقلك ايه الا ما يأثر شوي لانه فرق انت ما تكوني مسلا خاصة مسلا اللي كمان بيكون مسلا يمكن مخرج ومنتج بزنة بتعب الموضوع. بتعب موضوع يعطي الهم الانتاج مركز على اخراج يمكن بدي يوفر الاصالح الانتاج بيقلل من التقنيات الاخراج اللي بدي يستعملها. صحيح. مصبر. صحيح. اه بولين شو اعمالك المرتقبة الجديدة اللي عم تشتغل عليها لنا طرينا. هل قلت بعد رمضان. في اعمال عم تتحدر. في اعمال كتير يعني هلا عم تتحدر. في عنا مسلسل غربة مع المخرج اللي يان بستاني والكتب ماجي بقاعي. كمان اه هو مسلسل اه بعد اه لزمن الستينات اه ايباك فاك كتير حلو. وسبق واشتغلنا مع نفس الاكيب بمسلسل جانا العمر اللي عمينا عرض اه حاليا. نعم. اه اه في عنا كمان في مسلسلين ماضي عليهم مع المخرج اللي معلوف. اه. نجهله تحيين. اه اكيد. فبس هلا اه ما بعرف شو بده يبلش بالشي قبل شي. وفي كمان مسلسل كوميدي. كان بينه الناس كشخصين كتير موهوبين. نعم. اه جديد وعنده النفس كتير حلو. فان شاء الله كمان هيدا. وانا حب اشتغل صراحة كوميدي. يمكن سبق واشتغل بالدنيا هيك. مم. فحبيت التجربة وحب ارجع كاريرا. اكتر العالم شايفيني بالدراما. صحيح. فاسمهم مريانا سعيد ولياسم هنة. اه. فان شاء الله كمان. نجهلون تحيين. نجهلون تحيين كل اللي زكارتون. وازا صدق العمل. ايه. رحكون كمان ما. اكيد. انا قلت بقول لما وزا تقول. لا فيك اتقول ايه. اه. اه. ان شاء الله يعني بكون فرصة انه نتعمل كمان. اكيد. اكيد انه بلا تدريب او شي. صح. عملت. دورة. دورة. مع ديليان انتونيوس وروني بوش. من جهلون تحيين. ديليان انتونيوس. كمان انت عنديك. محترف. محترف. محترف لتدريب. خابلينا اكتر كمان عنها. اه. هي انا بلشت الفكرة انا صلني يعني صلني فترة طويلة بعلم مسرح. واجت من ورا تلميزة. انه حبين بعد يعملوا يعني ما يكتفوا بساعات ضمن المدرسة يعني. نعم. فمن هون طلعت فكرة كاستنج واكتنج استوديو. سو بيجوا وبيتدربوا عند تمثيل وفي كمانة وفي كمانة بيعملوا كاستنج للي بدون لكل الاعمار لكل الكاركتورز ما في شكل معين ما في عمر معين. حلو. وبيشتغلوا. ما ديش بيفتح مجالات كمان ايه? اعلانات وغير. اعلانات وحتى مسلا بمسلسل الشحرورة كان كل استاف الولاد اللي يشتغلوا بالعمل كانوا من عندي. من عندي. اه. 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 بولين كيف بتسعي انك دايما تحافظة على تطورك? كيف تشتغل على حالي? كيف لازم الممثل اليوم عامة يشتغل على حاله لا يحافظ على مركزه? اه. اه. كيف لازم يشتغل? اول شي بده يضل عم بتابع كل الاعمال. كل شي عم بيصير حوالي يعرف. اه. وخاصة حاله. طبعا. هو يكون اه. مشارك. انا كتير بحضر. لازم نوحب يحضر حاله. بلتقيد. يهون كم فينا عمل. لا هون فينا اعمل. اه. كمان لما اقرأ عمل بقرامني. هالدور بشوف رح يناسبني رح يضفلي شي جديد. كيف ممكن العب الكاركتر بصير بتخيل براسة. ممكن اه. اه. كمان اشتغل على الشكل. على طريقة الحكة. فكلو هيدا بيتحضر قبل ما ما ببلش اه. اه. او اه. اه. او اه. 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 وزيد دلوقت بطالع كتير. بشوف اه. اه. ببرا شو عم بيصير اه. 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 يعني في كتير اه. خاصة هاله على الانترنت بتقدر تلاقي كتير اه. اه. يعني في كورسز يعني. كورسز عن الاكتنج. طبع. فهاي هي. دايما الواحد لزم يبقى بتجدد. لزم دل بتجدد. صحيح. وانا بحكم كمان اشغلة انه بالتعليم اضطرة دايما ننبش واعمل وليقي قصص وطرق جديدة يعني. صحيح. واحيانا كمانا من منتلا ميزيك بيطلع اشيه اه. اه. ممكن انت تستفيدة منها تدوي هيك. اه. اوقات الامور العفوية بتبقى كتير مفيدة. مزبوط. مزبوط. صحيح. اه. بولين. اه. انت لقى من دورك اه. كممثلة ايضا انت مواطنة ومناصرة لقضايا كتير ووقات كتير الشخص المعروف بتكون اه. بيكون تأييده لقضايا اجتماعية مهمة اكتر لانه. اه. يعني بيعطي انتباع اكبر لان العالم بتركز عليه اكتر. انت من مناصري قضايا. مناصري عفوا. قضايا المرأة. ودايما بتتبع هيدا الموضوع. بتشارك بكل النشاطات ايضا اللي الاعليقة فيه. اه. شو رأيك بهيدا. بهالقضية بالتحديد اليوم. بلبنان من بعد ما صدر قانون اه. اه. قانون ما يسمى بانون يعني خلينا اقول لي بعد بده كمان شغل كتير. اه. باي قانون تحديدان لانه في. العنف ضد المرأة. العنف ضد المرأة. اللي هي اليوم نحنا كمان بنضع لكل المزاهرة هتصير من المتحف. نعم متحف. ساعة انتين. ساعة انتين. و انا اكيد رح هجرب كون اه. ولازم كون. فا. ان شاء الله يصحى التقس. ان شاء الله يصحى التقس. بس لا. مفروض لانه مش معقول يعني. ما بتسمعي غير. اه. حدا عنا. عم يجعي. اه. جرائم قتل كتير عم بتصير عن جد انه كفى بنقول. اه. ولازم بقى يكون اه. هالقانون يتفعل اكتر. صحيح. وما بيصير. ما بيصير. مرأة جزء كتير. ارتكب جريمة. وعى الملأ يعني كما بقوله. على عينك يا تاجر. على عينك. ولو البلاد عم تعتر. كل هيدا انه. والله يظهر او بعد كان فترة. لا. لازم ستصير في محاكمة جدية يعني. وفي كتير بيقوله مع الاعدام. مع الاعدام. انا برجع بقول انا مني مع الاعدام. يعني بفضل ما يكون في هيدا عنون الاعدام. مؤبد. مؤبد. اعمال شقة. بيتعذب اكتر. لانه نحنا بقول انا. مش. يعني احنا بالنهاية كمانة بشر. ما فينا. نحنا مش. مش حقنا. ننهي حياة. 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 صحيح. اه. وافيك الرأي. اه. يعني انا. يعني هيدا بتكون عم تبادل العنف. بالعنف. بس اكيد لازم. اه. ينسجن. لازم. اه. تنحمى المرأة بقانون صحيح. تقدر تلجأ له. لانه. اه. لكن مع انه علما انه اللي قامت فيه جمعية كفا جدا. اه. جيد لانه. خلينا نسمع صوت بعض النساء اللي كانوا ما يسترجوا يحكم من الاساس. وبعد. بعد. انا بطالب عن جد. كل مرأة عم تسمعنا. اللي هي عم بتعرض العنف. عم بتشوف شو عم بيصير. اه. بنهيل. عم تطلع براسة ولاد. وبراسة. فما تسكت. وما تقول لأ بيتغير. لأ برجع. اه. كمان. ما بدنا كمان انه. اه. حتى اللي بالعيلة. صح بيتها. اه. 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 انه لقى طولة بالك. وكزا. اه. وهيدا بيتك. وروقك. وكرمله لك. لا لا لا. انه عن جد مرات. للأسف يعني. بكونوا هني عم يعاملوا خير. بتطلع النتيجة عكسية. فانا بتمنى بالعكس كمان. ازا حدا. اه. رفيقته. او اخت حدا. او حيالا شاف فيه. عنف عم بيصير. لازم يقوله. لازم يبلغوا عنه. صحيح. لانه لما نخسر كمان. اه. يوم بعد يوم. اه. نساء. حرام يعني عن جد. نعم. اه. نعيم ادي بعد عنا وقت. خلاص. اوكي. بس سؤال اخير نختم فيه. بتسمح لنا. مسيو نعيم. المخرج. مفينا. المخرج يعني له دور كتير اساسي. حياتنا. لو. اه. شو هي امنيتك اذا بدنا نختم اليوم. اه. ليك اهم ما امني عندي هي انه اه السلام. لانه عن جد انا كتير اه خايفة يعني. اه كل شي عنف عم نشوفه. اه تعصب. تطرف. اه. الوضع ما 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 فيه امان. يعني عن جد اكتر امنيه. بتمنى هي الامان وراحت البال. اهم شي لو حتى يكون مرتفع. بالامور التانية يعني. اكيد. ساعتها بتقدر تشتغلي. الصحة بتكون احسن. لانه من ورا الاسترس والتعصيب. اكيد في كتير ناس عم اه تتأذى جسديا. اه. اه. متمنى كمانا كل انسان اه. حتى انت اه رانا واللي واللي مثلك اللي عندهم اه. اه. كمان اه. ناس ما بيعرفوا. مصيرهم. اه. اه. رايبين لقلهم. كمان يتمن بالهم. يرجعوا بخير وسلامة. اه. ما بعبدنا نسمع عن جد في 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 حروب وشارة. وعنف. يعني هيدا دايما بيقولوا انه السلام ايه انه شعار كبير. ايه شعار كتير كبير. نعم. بس انه ما في احنا من هيك. ما في احنا من هيك. نتمنى يعني. نتطمن الله. ان شاء الله بس عن جد خلص تعبت هالناس كل الوقت حرب ومشاكل. نسمو. نسمو. خلص عنف عندنا كتير زيد الاجرام. كتير زيد الشر عند الناس. شكل مشتبيعي. عن جد. اكل حل اه. نتمنى احنا كمان منضم صوتنا الى صوتكم. نتمنى عن جد اه. نشعر اه. نشعر بسلام اه. ب ببلدنا. بوطننا العربي. وحتى ببيتنا. بقلبنا. هيدا شي كتير اساسي. اه. كمان منتمنى لك السلام والامان بشغلك. كمان كتير. فينا دول والنجاح. يلا ان شاء الله قريبة. نلتقى. ان شاء الله يا رب. على التصوير لك. التصوير بعمل كمان فني. انا بشكرك كتير لوجودك معنا اليوم بستوديو راديو دلتا. وايضا منتمنى لك مرة جديدة النجاح. وان شاء الله دايما بتضلك متقلقة بالاعمال اللي عم بتقومي فيها. شكرا. بالاخراج. بالتمثيل. بالتأليف. بالمسرح. بعملك الشخصي. وبحياتك الشخصي. شكرا لك. شكرا لك. انا كتير لك. ولنعيم لراديو دلتا. وكمان لكل المستمعين. وان شاء الله دايما منلتقى. دايما ان شاء الله يا رب. ونحنا راح نكون متابعين لأعمالك. وشو ما في جديد كمان بوعد المستمعين. انه يعرفوا اولا من خلال برنامج. شكرا لك. شكرا لك. مقبل بنفس الوقت. كانت معكم رانا خواندو عبر الإخراج لإزاعين عين. باي باي.